ترجمة نانسي قنقر من اخراج عبد المحسن الضبعان امام بطولة حسام الحارثي ريم الحبيب مع نور الخضرة وقصة الفيلم عن رجل متزوج اعجب بزميلته في العمل اللي هي متدربة وبعدين يلحقها الى منتجع في الصحراء الديرة قوى غريبة وغامضة للأمانة يا جماعة الخير انا اترف ارحان ان السعودية قادة تنتج افلام من هالنوع انه مو بس يسوون افلام كوميدية ودراما احين في فيلم اثارة نفسي واتمنى تشوف افلام رعبة بتشوف افلام من نمط مختلف للأمانة انا تحمست يوم سمعت عن هالفلم وانا شفت الفلم مرتين فيه اشياء حبيتها واشياء اقدرها وبعد فيه اشياء للأمانة انا مو حبيتها اول شي لشان انا حبيتها ان يكون عندنا خطابة اللي يكون فيها شيء غير اعتيادي شيء كلش مو طبيعي خير شر صراحة ان انا نشوف هالشيء وايد مثير للاهتمام ومن بداية الفيلم نعرف عن الخطابة ونشوف قصتها ونعرف اصولها على قولتهم هالفلم الامانة خينا افكر بافلام اللي يكون فيها عامل الطائفة او الكالت بحيث ان الشخصياتنا الاساسية يكون في مكان معين بس معظم الناس اللي دار ما داره هم التفقين ضده او عندهم اجندة خفية هالشيء يكون شعور مزعج ومضطرب للمشاهد صراحة انا اهم شي في هنو عامل الافلام الشعور بعدم الامان من الواضح ان الفيلم الخطابة متأثر بفيلم ميد سومر للمخرج اري استر وفيلم ميد سومر متأثر بفيلم The Wicker Man النزل ع 1973 مثل ما قلت لكم قبل في فيديوهاتي ترى الالهام شي جميل وبعدها افكر فيه اكثر فيلم الخطابة يتكلم لحد ما عن ما هو مفهوم الرجولة كيف كل شخص يفسرها المصطلح بشكل معين هل الرجول هي سيطرة تامة بدون نقاش وبدون اي مفاوضات هل هي الضرب الجسدي او العذاب النفسي هل الرجول هي الحصول على الفتاة الجميلة في النهاية هل الرجول انك تهتم بعيلتك تستر عليهم وعلى نفسك هل الرجولة خليط من كل هالاشياء دي الفيلم راح يقول لكم مباشرة انت رانتكلم عن الرجولة لا بس في رسائل مبطنة تخليكم متفكرون في هالشي وطبعا الفيلم دي تم تصويره في العلا ففي اماكن تصويرية جميلة وحتى في امور انتاجية انا وايد اقدرها لان اعرف انه مو سهل اي شخص سوي فيلم سواء فيلم قصير او طويل فانا حبيت اماكن التصوير المباني الطبيعة الخلابة اللبس كل هالشي عززت اندماجي في الفيلم بس في نفس الوقت كان ممكن تكون افضل ويكون فيها تفاصيل اعمق للمشاهد ويا جماعة انا وايد يعني اقدر واحترم الفنانة ريم الحبيب انا صراحة انا شوف تمثيلها وايد رائع وحنا راح اتكلم عن بعض الاشياء اللي ما حبيتها في الفيلم وبعد الاشياء اللي تمنيت اني اتشوفها في فيلم الخطابة The Matchmaker اول شيء القصة القصة ترى المثرة لاهتمام بس كان ممكن التعمق بالاخص في تاريخ الخطابة تعمق في التاريخ التقاليد القواعد الخرافات اللور والميثوس حاسة ان الفيلم كان ممكن ياخذ وقته في طرح هالعالم بالنسبة ليانا لان موضوع الخطابة في الفيلم ما كان شيء تقليدي وكان شيء جدا غريب ومضطرب فانا باعرف اكثر لان يا جماعة الخير ترى بداية الفيلم دي بروحها عادي تكون فيلم بريكول لهالقصة دي فيلم بالكامل لهالدرجة ان القصة كانت مثيرة للاهتمام فعتبي الاساسي على الفيلم هو السيناريو والمدة الزمنية مرة الفيلم حوالي ساعة وواحد وعشرين دقيقة يعني كأنه حلقة انا ينخلص الفيلم عندي تساؤلات معينة وانا عارف ان النهاية ممكن يفسرونها الناس بطريقة متعددة ولكن اكرر اللور او العالم والقصة ويتمثير للاهتمام كنا ممكن ندش في متاهات معينة مع بطلنا الاساسي بعدين نوصل الى استنتاج نهائي اكيد كان في امور انتاجية معينة وصعوبات سنتفهم هالشي فانا اشوف ان صناع الفيلم هما في الاتجاه الصحيح وان شاء الله الافلام اللي اياه يقدموننا قصص اثارة نفسية وبعد رعب بس انكم فيها تعمق وعاديكم مرة الفيلم ساعتين انا احب الافلام الطويلة نعم على الامانة يعطني لحظاتها جماعة الخير حسيت ان الفيلم كان يركض وحسيتك انه جزء من انثالوجي سيريز ما حسيتك انه فيلم في بعض الاحيان وعن ناحية التمثيل للامانة انا ما اقتنعت ويب تمثيل حسام الحارثي ما احترام الشديد لها الممثل بس انا حسيت انه قاعد يمثل شخصية ما حسيت انه حسام وهو الشخصية في الفيلم خصوصا انه الشخصية ذيتنا لها ابعاد معينة بس المدة زمنية النص مع تمثيل حسام ما خلاني شوية اتبحر اكثر يعني تمنيت لو اتشوف ابعاد اكثر شخصية البطل لانه يبين انه في تعقيدات معينة في حياته الشخصية تمثيل نور الخضرة صراحة ان كان جيد عما شاهد اطلعت هنوعية من الشخصيات اتس فاين ما شفت يعني اي شي سلبي فمثل ما اقول لكم يا جماعة الخير القصة ثم القصة ثم القصة تمنيت بس والفيلم تعمق اكثر هالفيلم دي ترا كان في لحظات انه ممكن يكون مرعب شكل يعني حماسي بس الفيلم كان في بعض الاحيان سيف ترا الفيلم ما تشوفو انا سيئ لا بس كان ممكن يكون افضل وانا تفهم ان افلام السايكلاجيكال تريلر جان روش وي صعبة انه لازم المخرج يلعب في المشاهد بس اتمنى انه نشوف اعمال اكثر المستقبل من هالنوع فتقييم الشخصي لفيلم دي ماتش ميكر او الخطابة هو ستة من عشرة يا جماعة الخيران صحكم تشوفون الفيلم سواء احبتوا او ما احبتوا لازم تشوفون هالفيلم لان هالشي راح يخلي السينما السعودية تنتج افلام اكثر من هالنوع بعدنا بنشوف افلام رعب وتعفونا اش قد احب الرعب وبس والله يا جماعة الخير اش رأيكم في الفيلم وشم تقييمكم من عشرة وهالتبانيت ان تشوفون فيلم اطول تشوفون خنقول باكستوري او خلفية الخطابة بشكل اعمق مع التفاصيل اكثر انا صراحة عادي يسوم فيلم بريكول عن الخطابة كلش ما عندي ايمانة فاذا حبيت هالفيديو دي طقونا لايك وساونا شير وسبسكرايب وفوالبع في وسائل تواصل الاجتماعي يالله يا جماعة نشوفكم على خير اشتركوا في القناة